أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات ورزق لله وإنا أوياكم لعلى هدن في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما أتمنون قل يجمعوا بيننا ربنا ثم يفتحوا بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل روني الذين ألحقتم به شركاء كلا الله بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كوافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أثر الناس لا يلمون ويقولون متى هات الوعد إن كنتوا صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدايه ولو سرائف الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بضهم إلى بضل القول يقول الذين الصدعفون الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبرون الذين الصدعفون نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بكنتم مجرمين وقال الذين الصدعفون الذين استكبروا بالمكر الليل والنار إذ تامروننا أن نكر بالله ونجعل له أندادا وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الغلال في أعناق الذين كفروا أن يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مصرفوها إنا بما أصلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبهم قل إن ربي يمسط الرسال من يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم من دنازل إلا منامن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في القرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يرسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو قرار زقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أولئك كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعض قنبض نفا ولا ضرا ونقول للذين ظرموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تفلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفق مفترط وقال الذين كفروا للحق لما شاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قول إنما أعظكم بواحدة أو تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قول ما سأغسكم من نجر فهو لكم في نجر إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يخذفوا بالحق علام غيوب قل جاء الحق وما يذئ باطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فنافوا أوخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنه كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات ورض جاعي للملائكة رسلا لأجرحة مثلا وثلاث ورباح يزيد في حق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأناتوا فكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع علمون يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو افتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوه من صعب السعير والذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويديه من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هو الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسخناه إلى بلد ميت فأحينا به لغبد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلهي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد هو مكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من انتا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات ثائغ شرابه وهذا محنجاج ومن كل تأكلون رحما طريا واستخرجون حلية تبسونها وصار الفرك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ونعلكم تشكرون يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل واثخر شمسه القمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له ملك والذين تبعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تبعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوهم استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازر سوء سرع أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذاقبا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي لماه البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لحياء ولا نواوت إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة من الله قلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم صر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به زمرات مختلفة الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفون الوانها وغراء بيب سود ومن الناس والدواب والنعام مختلفون الوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز الغفور إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا صرات وأنفقوا مما ورثناه سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليغفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور هو الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق صدق لما بين يدايه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطافينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جناس عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤون ونباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفق عنهم من عذابها كذلك نجذي كل كفور وهم استرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فاذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات ومر إنه عليم بذات الصدور هو الذي شعلك خنائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفره من ضربهم إلا مقتر ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لعوشكم في السماوات أماتيناه كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بضهم بضن لا قرورا إن الله يمسك السماوات ورض أن تزولا ولئن ذال ثائر سكهما من حذ من بده إنه كان حليبا غفورا وأقسموا بالله شد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أدى من إحدى نمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا فرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يتيروا في الضرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبهم وكانوا أشد من قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وليواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء جلوم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا في أناقهم أغلالا فهي إلى الأفقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يصرون وسواء عليهم أنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اكتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمطيرة وأجر كريم إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا مرسلون إذ رسنا إليهم اثنين فاكذبوهما فاكذبوهما فاعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البناب المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لمرجمنكم وليمسنكم منا عذاب نليل قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بلن تقموا مسرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرتنين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أبد الذي فطرني وإله ترجعون أتخذ من دونه آلهة نير إذن الرحمن بضر لا تنعني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إذن في ظلال مبين إني آمنت بربكم اسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين آمنت بالله صدق الله مولا العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر